ده مش بيت الحجة حمد العنتبلي؟ اه يا بنتي ده بيت الحجة حمد العنتبلي انت مين؟ مش هينفع هتكلم على البيت حضرتك شايفة ان انا حامل وعلى وش مولانا انا مش قد رقف ينا عرصوني ينا عرصوني ايه اللي جابها هنا دلوقتي؟ دخلها يا امم ما نشوف عايزة ايه دي؟ تعالي يا بنتي تفضلي تعالي تعالي مين حضرتك تعالي؟ هتعرفه بعدين تفضلي يا بنتي اعمل ايه دلوقتي؟ بقى انا حمد العنتبلي تيجي بنتي زي دي وتفضحني؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ افضلي يا حبيبتي انا حاسي سمامة اللي فيها بغلر بتقولي يا ستة انت في ايه؟ منك لله يا محمد شكلها مصيبة من مصايبة استنى يا عبدالله دي شكلها مصيبة من مصايبة خوك محمد كراء يا ستة انت بتلخصي بالحوار كده وتقولي انها في ايه؟ بتجاه تعملنا بفجأته وخلاص؟ يا اساس ده اللي انا قربت اولده وانا عايزاية ربا وسطك وستهلته يا مهاري سودة دي بتقولك في وسط قيلته مش بقولك مصيبة من مصايبة اخوك اخوك ايه يا امه؟ تعال تعال اشوف المصيبة اللي انت جايبها لنا بتاهدي يا ماما منشوف اللي اخوار الله اخرب بيتك يا محمد اللي انتو بتقولوه ده اللي انا بقولو انت بتعمل مصايب كبير لكن مصايبة بالشكل ده ما يحصلش ايه اللي عملتو ده يا بابو؟ والله العزم معرفها وانتو من الماما الكلام ده؟ والله معرفها انت مين يا ست انت يا لاغرف ده؟ يا ابا هتمدي ايدك عليها انت عبيت؟ مش كفاية اللي انت عملتو؟ والله معرفها انت مين يا ست انت؟ بس بقى يا جماعة اه يا عايزي شكلات الله اخ ربيت يا قبط سنينك يا اخو يا ربنا ما عملت حكو انا هل ده لابوك من جوا شوف انا المصيبة اللي انت عملتها دي؟ يا حاج يا حاج والله العزم يا وعد معرفها انت مين يا ست انت؟ انا يا ست تجيز جامس ولا عرفك؟ يا جماعة بس كفاية الدكتور قالي العصبية غلط علي شوفت؟ يا اما انت سلاح عن الكلام ده؟ والله العزم معرفها تباتي اثباتي يا ست ان انا اللي اتجوزتك ولا انا عملت معاك كده؟ اسمعوني يا جماعة وعد يا حبيبتي قولت بانين هم حالة من دي وربنا معرفها ده هتعملت؟ يا حاج ده هتعملت يا حاج مش احنا قدت معاها بقى ولا عمل معاها يلا هو اعلم وباخر ان هي يا بنتو تعال اه تعال شوف هو يوانا ده قليل الادب افتح انا يا بقى شوف تربيتك هو مفيش غير يا امي والله تعال يا بقى شوف المصيبة اللي انا فيها لا حاج مش انا يا بقى اللي عملت كده وفين غليل الادب انت يا بقى صدى ان انا عمل كده اهيوها صدى انت ابني وطول عمرك فلاتي وانت كلكم صديني ان انا ازاي يا ابنى حرام عليك وانتلعش براك اللي انا عارف والله خلي بلح من ابنك يا حرام عليك يا محمد حرام عليك حرام عليك تتبلع على رجل محترم زي وبعدين في كشف دي ايه وفي كشف دكتوره وفي كل حاجة انت كمان بتتهرب منها يا حرام عليك يا عافي احنا مرداش نعمل زبانات الناس كده يا محمد ايه يا بابا تقول حاجة ايه مش اكتحك عليك انت مش بلياتك اسمعوني يا جماعة انا هزا تتكلم يا حبيبتي ما تتكلم ايش اه تتكلم ايه يا سيدي ما انتو شايفين الحالة عامل ازاي تعالي يا بنتي يا بابا خلها تقول مين جابت نام نانو مين انتو ايه ما تتدارش تتكلم تعبانة تعبانة يا جماعة انتم مش عارفين يا بابا والله العظيم مش انا قعد انت فلاتي وانا عارفك انت خلو مالي كانت تتكلم ايو يا حاج ايه ده ما تتوب يا يا حاج استعمل انت بس وصبر علي يا حاجة اه يا حاج لا اتكلم انت ساي بحطن او اتكلم اه هتحصل حاجات مش كويسة تعالي يا بابا دوني فرصة هتحصل لك مضعفات يا حبيبتي يا لا لا اقول بس اقول بس اقول بس اه شريها 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 اومن عام جوا يا مابا اومن عام جوا اه اللي ما الشادي وانت فالحالة دي بس عليك ده انت مش متربي يا عزيز ده انا بس بقى بس بقى لا تتكلم ازاي يا ماما تعبانة تعبانة واحدة حامل وتعبانة هتتكلم ازاي اه السلام عليك يا عزيزي والله العظيم يا واحدة وعملت حاجة تب تكذب والله تعالي هاتيها يا مده استنى ادونا فرصة انا هتكلم واشرح لكم كل شي يا ماما تعال يا حبيب تحكيلي يا مهلك يا مهلك ايه اللي جدك وانت في الحالة دي بتكذب عليك يا ماما صدقني اطلع برا دلوقتي عشان انا مش فاضي اما تشوف المصيبة انت عملتها طب روح دلوقتي يا ماما بتكذب علينا اطلع برا دلوقتي اطلع برا دلوقتي اطلع برا دلوقتي اطلع برا دلوقتي بقولك ايه هتديك كل اللي انت عايزها بس الموضوع ده مش عايز حد يعرف عنه حاجة خالص حرم عليك يا حج انت ليه بتعمل كده ده انا هلوش ولايده معلش معلش هو هيلبسها ها علشان خاطر يتعلمه الادب حرم عليك ابنك زنبو ان انت تلبسه حاجة زي دي وبنته بنته لما ترحته للمراته حرم عليك يا حج انا قلتلك من الاول الموضوع ده هيبقى سري بينه وبينك ايه اللي خلاك تيجي هنا وتصبحيهم بالموضوع ما انت سبتيني يا حج هم شه سبتك ازاي ما هقول البطن ده ايه ما هم بيني ما انا مش هقدر ازاي زيبتك يعني يا حج حرم عليك انا مش هقدر يا رب الولد لوحد انا لا يا جهوف انا عندي جهوف انا ما اقدرش اقعلل الناس ان انا متجوزك ما انا مراتك يا حج باردوك انا عارف انا انا ما انقرتش ده انت مراتي على سولة الله ورسوله بس احنا متفقين ان الموضوع يبقى في الدينة وفي السر علشان هيحصل لي مشاكل مش كفاية يا حج خدد علي ان انت متجوز حرم عليك اتقي الا فيه وفيدنك هو ده اللي انا ايه هقول هولي اه الموضوع هيتسطف على ايه على اللي احنا عملنا ده ماشي يا حج تعال تعال يا فلاتي والله العظيم يا انا عبدالله عشانا بتتبلع علي والله بتتبلع عليك اللي عرفها البيت ايه قول لي كده بصراحة انا حاس حاجة انا حاسة اللي اللي جهو دي بتجدب وبابا على فكرة ما بيجددش يا عبدالله والله العظيم ما انا من ساعة ما اتجاوزت وخلفت وعد ودغلت المدرسة انا ما بقيت زي الاول انا بقيت محترم بيتي ومحترم مراتي ومحترم بنتي يا محمد انا اللي عجناك وخبزك يا ماما والله العظيم ما انا قلنا شاكين فيك يا باشا عشان مشاكل لقبلك لو طوله عم الحدي بيعمل الحركات دي غيره بابا على فكرة مبارك شو ما بيجدش كده طب اقول لك على حاجة نكشف ونشوف الوقت ده ابن مين خلاص يا ماما انا موت البيت دي ماما ممكن برضو يا ماما تكون بتتبلع لنا برضو نشوف سنة عقل برضو يعني يعني ما عملش حاجة والبيت دي بتتبلع ليه صح يا محمد؟ اهنا اهنا والله حسب كده يا ماما والله ممكن تكون نصوبة احنا باش نكشف البيت كل ده اصلا انا يما انا محمد حمد العنتبلي يحصل فيها كده منك لله منك لله يا محمد عزبتي مبات الناس مش عام بنتي يا مابا احنا فيه حاجة جاد في دماغنا دلوقت ماما تكون بدي بيولع يا محمد انت عايزة يا محمد بص يا محمد بص يا عبد بصي بقى يا بتي انا مصدق بص يا حبيبتي احنا زي ما بقول كده المثل هنقتع الشك باليقين و هنحلل الدي اني اه ايه يا الله ايه يا جماعة دي اني ايه 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 انا رأيي اقوى من الدي اني ايه لا لا يا حاج احبيوا هنعرفوا ايه حاجة فيها حتى انت عايزة البلالة ايه يا حاجة ما بنتي جاد وانا بتقل ربنا لا يا حاجة ما عملتش حاجة خلط يا با والله ممكن ثواني 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 طب ثواني مين يا ابلولا الواد ده انا يا ستة مجانوزي على شغل يا شب. انت ارفق الولاد. يا فنحان خلي عنكم رحمة شوية. انت عباني. يا بابا لو انا بتجوز هتطلع وصلت تجوزت وانت مكنتش فيه. ما تزوروا ما تتنونيش. اصبروا. قولوا انت اقيم ساكة ما تتنونيش. ما تصبروا يا همه. يا جماعة استنوا. استنوا. انا بس عايز الولد يعيش في وسط اهلو. مش عايزة ربه بروس. ما تنقذ لانا مقدمات. ما تنقذ يا سيدة. انا مش قادر اخد نفس يا جماعة. عشانكش انا لله. انا عملت معاك عاجة ولا عمر شفتك قبل كده. اتاك الله. اه. اه. قول الحق. قولي. ايه لو حصل لها حاجة زنبقها فرقة بيتك. انت بتنبق عليها كده ليه يا ابا? ايه يا ابا? بالنحية انت هتحافظ اتك عليها او ليه? لا انت بتنفق عليها وعمل لازشان الولاد المسيبة وخلاص. ايه حاج? خلاص يا ما. انا وقت بقى لاي حاج. خلاص يا ماما. يا ست حاجة. يا ماما يا حاج. انا 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 مش هكو لعلك احقق يا انا انا اي حبك. يا با ينفع الليك لك عمله ده يا با ينفع. بس با انا ما هدوني فرصة اتكلم اوه مش قادرة. خلاص خلاص. انك هتقولي الحقيقة. احليفي بالله بعد ما خلديش اكلي قدام امي وقالي. وانا عاكد بليه. وبنتي كده. احليفي بالله لاتقولي الحقيقة وان انت سأله. انا هقف جنبك وهساعدك. هقف جنبك وهساعدك وهريعك. بس لو تلعي تكدابة. لو تلعي تكدابة. ايه. ايه. انا هصرف معاها. والله بس يا ابني بقى خلاص بقى انا هصرف. يا باما مش عايزة تتكلم اصلا انا مش فاهم فيه ما تنتقى يا ست. اتكلم يا ست. يا محمد تكون بتكذب علينا. سبعة تتكلم بقى. بس انتم بتهاجموني كده حرم عليكم. ادوني فرصة تتكلم اوه مش قادرة. انا هقولك الولاد ده يبقى ابني بيه. تقولي يا حبيبتي. الولاد ده يبقى ابني الحج الحمدلله انت ابلي اه. يا لأ وين? يا لأ. اه يا لأ دي. اه يا ابا ما ترطي يا ابا. اه يا سماغي. اه يا ابني يا اما. ده الشمتي وترباطيها. الكلام ده كلام فاضح. وانا عرفت عام يا حقا. يعني دي مراتك يا ابا ولا مش مراتي. لا مش مراتي. انت يا ست انت معاك انساتي مراتي. وانتي جاية وقال الى ببعضيها. يا جماعة انا معايا اسمي تتدوز. حرم عليك ايوة. ما تبعش تقول لحد الكلام اللي بيحصل ده. نعم. وقعد هنا. هو عكون بتعمل حاجة. يا با ايا بتقولوا ده ما ترد علي فيه ايه? ما ترد علي. يا با حرام عليك انت تتدوز بنتين. ما تبعش ان حد يعمل كده مع بناتك. بس عفادك ادي ايه حاج ده اكبر منها بشوية. في اي حاج? مراتك يا با انا مش مراتة. ولينا بيتها ست. اولي حاج. استنى يا تيت استنى 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 يا باب احكي اتكلمي يلا. انا فاجش يا كلاعة مراتة عشان مش رضي اروب. حرم عليكم يا جماعة. وانا هكتب عليكم ليه? ده انا على وشي ولا. يا جماعة. هي مراتة. مراتك? وانا من خلق اللي لا تجوز. يا له. يا له. يا له. يا له. مراتة على سنة الله ورسولة. ده انا محلتكش نفسك في حاجة. ده انا هتطلتك احمر واخدر. انا لكونك سنة وانتظر يا اخوية. عملت لك زي ايه يا ريك? اا يا محمد. ات يام معك يا راسي ما مكنزي من عايم. ايه يا راسي. اتخل لكيش علينا الناس ياموا. طب الناس ياموا وغلاني. يا سيدي انا من حايل اتجوز اربعة. انا متجوزش غل واحدة بس. قعد. قعد ياموا. متجوز واحدة من ضه ولادك. يا نايس انت بتكذني. يعني انت كده جتي سوتيها بالارض. ها? طيب. روحي وانت طالق. يا بس زي يا با. ده حامل يا با وهتولد خلاص. هترمي ابنك. يا جدو اللي انت عملته ده. ايه ما احترمتش الاتفاق. انت اللي سبتعلم شيء. انا ما انتفق معاها من الاول الجواز زيبا في السر. استنى بس انا عايزة اسأل سوريا. اللي حمد جاب الشقوة دي منك كده بقى. خلاص يا عبدالله مش وقت الكلام ده. انا ما مشتش معاها في الحرام. مش وقت الكلام. انا قلت لكم دي مراحب. طيب يا حاكل غيرها طيب فيه عندك كيال تاني من اي حتة تاني عشان ده. انا عشان ما كيش انا والراجل بس. بس خلاص. الله بي اما احضي يا اما هتبت انت تعبانا. نعمل اي في الحاجة دي? احنا هنحل الموضوع يا اما بصلت ما تتعليش نفسك. ما ما تتكيش ده احنا هنحل. يفتح دي بقى. الموضوع بسيط. الموضوع بسيط. يا ماما ما تتعليش. شوف يا حاجة اقول لك. ايه يا ابا انت عملت ده يا ابا انت جاي تخرب البت دلوقتي. يا ابا ام دي زنبها ايه يعني? امي قصنت معك في ايه يا ابا? وجيت اخدها ابتها الدعيان ده ده لا اكبر منها يا ابا ده لا اكبر منها عشر سنين يا ابا فيه ايه? يا جماعة حرام عليكم. ليه عملت ده? انت محتاج ده يا ابا محتاج ان انت تتجاوز ما انت عندك عيالك واحفادك. محطش يقنبني يا جماعة. انا ما عملتش حاجة غلط. يعني ما عملتش حاجة غلط ازاي ابا لما تساب ان اخت اخ ولا اخت. ما نعرفش عنها حاجة ده يا ما عملتش حاجة غلط ازاي انا مش فاهم كده. انا اعلم عنه كل حاجة. انا انا منت الناس مش همشيها من هنا. وابنك معلش يعني. ممكن يا ابني اتفضل يا ماما. اتفضل بس ما تبيش نفسك والنبي يا ماما. اتفضل. يا صحيح الصدمة. الخبر صدمة. وما كنتش متوقعة بعد العمر ده. والعشرة دي كلها انك انت تتجوز علي. لكن في نفس الوقت حرام ان انت تطلقها. وانا عملت ايه يا ست? انت هتعيش معززة مكرمة وهتاخد حقوقي كلها. ماشي يا ابا. وانا ابا هتتجوز اتنين. وعد يا ابا طب قد تقول يا ابا. ما تقول يا ابا. ما تقول. وبتنكرها من لنا ليه? انا لو قلت انتو هترفضوا. وبعد انا عايز تلبس هالي في الاخر يا ابا قدام بنتي. كده انت عزدها وعزدت. ده بنت استفدت ايه? اه دي يا حسني عبت الكلام. بس كده مع جده كده يا حسني وقت ده كانتك باق. بص يا حاج. صلى عنك. دلوقتي ده اللي جاي في بطنها ده يا حاج. اللي جاي في بطنها ده هيبقى اخوي يا اختي. صح يا محمد? صح يا محمد. فخلاص بقى اشوف ابقاش يا اما بقى معليش مش هنسيب لحمنا برا. ويجيت رب هنا في البيت. صح ولا ايه? اولا صح يا جاول. اللي جاياتي بعد انولاد. اول ايه? اولا اياه ايه. اقول لكم ايه? انت هتعملوا رجالة علي يا اولي ايه? ده بله مش هنعمل رجالة عليك بس. انت يا محمد يا اما غلط يا محمد. يا الله ما مغلطش. انا ما غلطش. ديتش لدك ما تتجاوز في شارع ربنا اهنا قلنا حاجة. انت قلن لها يا محمد احجوز. يبه احجوز الشارع يا ربنا كل حاجة بس عليها اللي كنت اخد رأي يومي ست عاشت معاك يا باب اربعين سنة ما اصليتش في معاك في حاجة. اديكو عرفته. وبعدين الفرق انك وبين البت كبير اول يا باب مش عارف انا ازاي جالك نفسي يعني. مش عيب ولا حرام. بنت خد رأينا طيب. احنا كناش هنقول لك لأ. انا ما تجوز لهاش غزب لعبها. ماشي يا باب. ماشي تقول البت اللي انت سبتها ومشيت دي معلش. وجايلك حامل ما هلازم تشوف حد يراب ابنها. البيت اللي شاب بصراحة عبدالها يا مغلتتش. واحنا يا بلانا اخوات ما نعرفهمش. يا انت زعلان انا هي النسل بتاع وانا عادة لوحدها? اه يا باب ما ينفعش. طيب يا حبيبي هتيجي تعيش معنا هنا. تيجي يا باب اللي مرضوش على اختي مرضوش على حد طيب. طابولي القضة بقى اللي جنب ام اخو. وما تنساش ان هي هتخلف يا اخونا يا اختنا. الله اعلم بقى ما اعرفش انت عارف ايه مش اهلانة على ايه تاني. طب تفرم حاجة ايه على اخوة ولا اخوة? بس يا باب انا اسألك سؤال. البيت دي بس كده ولا في حد تاني? عشان يبقى عارفين. انت محتارين? حلوة قوي. لما يكون في حد تاني بقى هبقى ملاك. هليش يا باب هو على العقد? طب يا باب امي يا باب تعمل معا ايه? امي يا باب ما عملتش معاك حاجة وحشة. ربنا يا تولاها بقى. اقول لك ايه حاجة? اقول لك ايه حاجة يا حاجة? سأل 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 بس. احنا مش عايزين يا نحمد برضو يزعى لامك وبرو ايه? ابوك. امكو كم يوم كده وهتبقى عادي هتستريح وتبقى كويسة وهتتأقلم مع الوضع. يعني انت هتصلحها بس. اه انا عارف كده. بس اهم رابة اهم حاجة. اه انا حسنتم ما تكلمهاش وما تشاق. وما تشاعلوش منها. انا اقول لها ده شارع رابطان. اروح يا اوه اتكلم معاه انا اتكلمها اطلع شوية. الكلام بتاعكم يكون ايه? وانت براحة. ماشي يوهاش كده احنين. ماشي. الكلام بتاعكم هو اللي هيسخنها وهو اللي هيجيب لها العاية او المرض. لا لا لا. ده انا شايف الكلام ده. ده انا شايف اللي بوك عمله ده ومش حاجة يعني براحة. ماشي حاجة غلط. حرام يعني يا جدع. مش حدا حرام. يا عمي لابوك عمله ده اكبر غلط. ده صغر نفسه. الناس دلوقتي تقول عليه ايه لما تشوفه متجاوز واحدة. اصغر من اصغر عائل عنده. ما تنساش ان ابوك يا محمد كبر في السن وعايز يعيش شبابه. ايه يا عمي في ايه الراجل بسحيته وشايفه امك يا عمي ازاي. وعايز برضه شوف الدنيا في ايه وشوف العمي الصغيرة والشباب الصورة. ده لانكسف اعمل كده. وبعد انا عمل فلوس قد كده من الحق ياش حاجة محمد بالرحل كده في ايه. حرام انا عميسي حاجة لايه بقى حرام محدش يقدر يقول. غلط الوحيد بس انه هو فاجئنا بس. ده ما تكون عايز تعرف الحاجة غلط اوما مش غلط. حط اختك مكان الحاجة دي وشوفها ترضع عليها ولا لا?